مشاهدين الكرام، تابعنا مع حضراتكم أداء المحافظين لليمينة الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي في إطار التطوير المستمر الذي تتبعه الدولة في أسلوب الإدارة هود متواصلة تبذلها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية حكم مصر لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الشعب المصري وتذليل كل العقبات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية وفي إطار التطوير المستمر الذي تتبعه الدولة في أسلوب الإدارة تأتي حركة المحافظين الكبيرة والموسعة التي تشهدها البلاد في ضوء زيادة نسبة الشباب والسيدات المؤهلين لشغل المناصب الهمة كما يأتي ذلك في ظل ملف التمكين الذي تتبناه الدولة ولملء فراغ عدد من المحافظات بجانب تجديد دماء عدد من المحافظات وإعادة ترتيب الأوراق لتعزيز القدرة على تنفيذ أجندة الحكومة الحركة الموسعة للمحافظين تضم وجوها من الخبرات والكفاءات وأصحاب القدرات المتميزة القادرة على العمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية حركة المحافظين هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي وهو ما يعكس حرصه المستمر على تطوير والتحديث والاستعانة بالخبرات وحرصه كذلك على تجديد الدماء بشكل مستمر هي إذن جهود متواصلة تبذلها الدولة لمواصلة جهود التطوير وعلاج كافة المشكلات التي تواجه المواطنين لتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم وتحقيق ما يطمحون إليه في ظل الجمهورية الجديدة